بالنسبة لهذا الرياضة لم تبقى أن تدور جامعة ملكية في الوراق ولكن هي ولت كأنها بكل صراحة ولا أخطبت ليحاكمها 50 عام هذه الرماني لم يكن في أوله وإذا لم يكن لدينا الإنبع أن الرماني أصبحت مقبرة قباري الشهداء ونظر لأبدالوس الدون كتبوا على سجن محلي قباري الشهداء معكم جوهر الحميد من موارد 1270 مليلط الرماني مقيم بالديار الفرنسية والإيطالية بطل عالمي ثلاث مرات احتراف ريض الطايبوكسينغ بطل أوروبا مرتين بطل إيطاليا ثلاث مرات وبطل المغرب ست مرات أعوضوا بلمتحة الوطني من 1993 إلى حدود 1997 شهرت في عدة محافين دولية ورفعت الوطن المغربي والتي دخل فيها السياسة في الرياضة يعني كما كان عارفو سيدنا كي يوصي على الرياضة ومدافع مع الشأن الرياضي بالمغرب ونحن معه دائما جنود مجمدين ورعه وللأسف الشديد الاستبعاد لاستبعاد لاستبعاد كنت شخصوا يعني احتراف سين فترة كنت انتحار مع واحد من الفترة الوقت اللي كان تم استطافة الخصم بطل عالمي كنت بارك الله عليه كان معي بكل صراحات أبس ميت وتتاكن نغلبه في هونغاريا وفي 1995 عبنا بطولة هنا دولية معه صادق بياني كانت لقى حقيته وكننا في الميضة المجموعة الانوية وأبطال حريم العالم نادر نادر ولكن بالنسبة للمضايقات اللي كانت تعرض لها من الجامعة الملكية المغربية الفور والكيكو الطايبوكسين في المغرب من رئيس الجامعة أصلا قال بنا ذاك البطل العالمي وذاك الأول بطل العالمي اللي يحرز على البطل العالمي بالطيران قال لك تشرفتي البلاد وزيت الرأي سيدنا الله ينصره وبالحق عندي الأولوية أنني نكون مدريب المتحب الوطني بالمملكة المغربية بصيفتي كأول عربي وأول إفريقي وأول مغريبي كحرز على البطل العالمي بالطيران نشوفه في الآخر نلقى احنا واحد شاد المنتخب الوطني من يجي نقلبه عليه أنتربونت كان نلقى ونسيب دي الرأيس الجامعة يعني الجامعة في الباك صاحبي الجامعة كلها دا ممسونة على العائلة ديالهم كان خوتو وخوتاتو بكل صراحة من الف وتسنية تعليوا ثمانية ومسيين لها وهو من نعمل عن كل شي واحد من غير العائلة يدخل معهم لا في تدريب ولا 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 كان مدريب ديال المنتخب قديم من ١٠٨٨٨ هذا ودخلته مع مرود ترينا قاعدة يقدر ديكري هذا هو مدريب المنتخب كان هذا يقدر ديال من الطاي بوكسنج مشان عاية نخسر في المرات اللول انا قدرت بطولة على الطاي بوكسنج كان خوتت واحدة شادة لأيروبي كان واحدة معتها الشادة كان اخوة عوتي الحسين قال لك كثيرا رئيس لجنة الاحتراف هو عبد الكريم رئيس الجامعة ادريس رئيس الجامعة ديالتاكواندو حاليا يعني احنا اللي ابطال العالمي محتاطين في قاعدة الانتظار بالنسبة لهذه الرياضة مبقاش سعما انها تدور جامعة ملكية في الوراق ولكن هي ولتك انها بكل صراحة ولا اخطبوط لي حاكمها ذي الرغبة الدين من باش ندير هناك شيئا حاجة في هذه المدينة التي تصفقوه عليها وشجعوني كانت تقدمني بالشكر جزيل رغم انه روطار شيئا من يتنشكرهم انه مصفقوه علي وشجعوني كأولاد البلاد هذه من جهة اخرى تنشكر المغاربة التي تعرفون الجواري حاني للي كنت كاول بطل اول عربي واول افريقي كأحرض على بطول عالمي في 1997 بالديار الطايلاندية مدينة رماني منعدمة او شيء الهمون عادي من الرياضة بكم صراحة نظرا لعدم توفر جميع بما يخص بالرياضة من قاعدة الرياضية ملاعب القرب ملاعب كرة القدم اه 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 حدا ايق ونقوم بسي الليع بسيخذ ما كيف لدينا اعرف كأضرione كان كنوجه رسالة ديالي الناس اللي همون سيرين هذه المدينة هذه واش عنكم فالبرامج ديالكم في التنمية البشرية كينار الرياضة والتنمية على الرياضة او لا اذا كانت علاج هو 40 عام هذه الرماني ما في عواله واذا ما كانش بينوا اللي نبع ان الرماني اصبحت مقبرة للشهداء واندروا لابدارون سدون كتبوا على سجن محلي واخر انتار يعني كفض على حال هذه ماذا انجازات اللي قدمتي ومن مملكة المقيدة الا انجازات اللي قدمت لبلاد ديالي هي بطولة العالم باوكراني في 1995 وبطولة العالم بالطايلون اللي كنت اول عربي اول افريقي كحاجر على بطولة عالمية بالطايلون وا بعد كنت بطولة العالم في 2000 وجوش في ايطاليا بروفسيوني في style boxing وا بعد بطولة أوروبا مرتين وبطولة ايطاليا ثلاث مرت دائما في style boxing العراق اللي من بينها هي تم استبعادي كبطل عالمي وكأول أفريقي كأهرزالابو طولد على نفطاي بوكسينك تم استبعاد دياني بالجملة قامل الجامعة الملكية المغربية أنتر بارانتيز بلا ما نهضروا على بزيب الحوال لأننا خاصها وقت ونزيد حتى بنسبة منطقة لنا فيها تعرضوا علينا مع الأصدقاء والناس اللي كان عارفوا أننا ومالناس هنا نزيدوا نفيستي شعجة في الريادة نفيستي تكونت مضايقة تكونت من الناس كتحارم بكل صراحة لأننا نبغتش الريادة تستطمر في هذه المدينة هذه أبغت هذه الشابة هذي بقى مدمر لأنه دي جذبرها هو مدمر مجلس البلادي أو اغسطيرة ما كي خلوكش أنك تدير شي حاجة في المدينة ولا يساعدوك كي مضايقة تتعرضوك بالخصوص يعني في المدينة دياني آه بالخصوص في المدينة دياني موما أنا كان جاء مرة في العامين في السنين المغرب وهذه المدينة دياني بخصوص كان رتاح فيهم كان جيلا بكل صراحة يعني حتى الناس حرمات تكتملنا التعبير حتى من الكتابة تكتب على هذه المدينة في كل عام كان جيلا نلقاها ناقص 14 ناقص 20 لور كانت ترجع التنمية لور ما كانت شي حاجة تكميم الأفواه بزاف هذا الشيء على هذا حتى وصلنا إلى وسط المضايقة تصدر أنه واحد أنه بطاكسي بطاكسي صغيرة دياني بمدينة رماني أنه حاول كان يضربني بطاكسي وليس يقتلني يعني لا يوجد حق في هذه البلاد نحن بصفتنا كأبطل عالميين أو كمواطن مغربي أو كمهاجر بالديار الفرنسية نجي البلادي ما شيء من الحقي أنا لنعبر ونظر على الرأي دياني في النطاق اللي هو في النقض البناء لمن ناحية الرياضية ولا ولا اكستر هذا الشيء نحن كننجد صاحب جلال نصر والله سيد الوال إن شاء الله يكون تدخل في هذا الأمر هذا لأنها تشدون لك يهدد بالنسبة لي أنا كنهدر على هذه المدينة ناد واحد سيف طليا صديق دياله أو أخ دياله بالتاكسي هذي تاكسي ديال الأجراء بنادم بغي يقتلك بيها السيف طهلية أو لا ما نعرفش كان غديد هسني بالسيارة دياله وتناش سيد الوالي وصاحب جلال نصر الله أنه يوقف مع الجالية المغربية كبطل عالمي وكسافير للمملكة المغربية في هذه الرياضة في الديار الإيطالية والفرنسية واللي نحن في خبر كان في 1997 سيخرج من هذه المدينة بالنسبة للميدان الرياضة اللي كنشوف أبار المشاريع ما فيهاش ما دارتش طام الرياضة ما كناش تنمية البشرية ما كناش تنمية البشرية ما كناش لا ملاعب لقاعة الرياضية لا تشي حاجة أول ما ستهم المورانات بارك لقاعة الرياضية ولا في الأحلام هذه المدينة راجع الله راجع الله راجع الله تولوا أنه يجيب الأزبال حتى السامعين تحرقوا واحدة الديو برعباد الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر